السلام عليكم كيف حالكم أصدقائي أتمنى أنكم بخير اليوم بإذن الله سوف نتطرق إلى حل وشرح اختبار في مادة التربية المدنية لسلاميذ السنة الأولى مطاوسة عندي اختبار الفصل الثاني في مادة تربية المدنية عندي نموذج رقم اثنين وقد قمت بنموذج سابق رابط هذا الفيديو أو رابط فيديو النموذج الأول سوف يكون في صندوق الوصف لكل من يريد مشاهدته والآن قبل أن نبدأ الفيديو لتنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زجر السنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا والآن لنبدأ الوضعية الأولى واحد عارف المصطلحات ليعطني زج كلمات أو مصطلحات تطلب مني لنعرفها عندي الكلمة الأولى هي القانون الداخلي للمؤسسة التربوية رح نعرف القانون الداخلي للمؤسسة التربوية كلمة الثانية عندي تكافؤ الفرص ثانياً أذكر أربع مظاهر لتكافؤ الفرص الوضعية الثانية واحد أذكر أربع أدوار للمؤسسة التربوية وثانياً أجب صحيح أو خطأ مع تحيح الخطأ إن وشد هدف المؤسسة العليمية هو تطوير السلوك الحضاري لتلميذ ينص مبدأ تكافؤ الفرص بمنع الإناث من مشاركة في القسم يعد الإجتهاد في التحصيل الدراسي من حقوق التلاميذ وتحية العلم من مظاهر الانضباط داخل المؤسسة التربوية الوضعية الإدماجية الآن السياق في ذكرى يوم العلم نظمت مؤسستكم مسابقة ثقافية حول موضوع الانضباط وأهميته هذا السياق عندي تعليمة اعتماداً على ما درست واعتماداً أيضاً على مكتسباتك القبلية اكتب فقرة تظهر فيها كيف يكون الانضباط منهجاً رقياً يتيح لتلميذ الاستفادة الكاملة من هياك للمؤسسة وتحقيق النجاح في الدراسة الإجابة عندي الأولاً نحن نطرق الإجابة لتعلى الوضعية الأولى تلمني أن نعرف المصطلحات الثالية عندي القانون الداخل المؤسسة التربوية وعندي تكافؤ الفرص أولاً القانون الداخل المؤسسة التربوية ما هو القانون الداخل المؤسسة التربوية؟ هو يعتبر مجموعة من القواعد التي تنظم الحياة المدرسية وهو يحتوي على واجبات وحقوق هو مجموعة من القواعد تنظم الحياة في المدرسة أو دخل المدرسة وهو يحتوي على حقوق وواجبات تكافؤ الفرس أو مبدأ تكافؤ الفرس عامة هو تساوي الأشخاص في تحصل حقوقهم مهما كان جنسهم أو مستوىهم المعيشي أو مكان إقامتهم تكافؤ الفرس يعني هو أن الأشخاص يكون عندهم فرس متساوية متكافئة في تحصيل حقوقهم وهذا مهما كان جنس تحم لون البشرية تحم مستوىهم المعيشي أو مكان إقامتهم ثانيا ذكر أربع مظاهر لتكافؤ الفرس نحن نذكر أربع مظاهر لتكافؤ الفرس عندي أول النزاهة والموضوعية بين تلاميذ تلاميذ لازم يتطرقوا للحوار بدل العنف يعني لازم تكون نزاهة وموضوعية بين تلاميذ وأيضا تساوي تلاميذ في خدمات الصحة المدرسية وتساوي تلاميذ في الحصول على الإطعام والكتب أيضا الفرس تحصول على الإطعام والكتب تلاميذ لازم تكون متساوية وتوزيع المال على القطاعات حسب مستحقات كل قطع إذن عندي أولا النزاهة والموضوعية بين تلاميذ تساوي التلاميذ في خدمات الصحة المدرسية تساوي التلاميذ في الحصول على الإطعام والكتب ورابعا أخيرا وليس آخرا توزيع المال على القطاعات حسب مستحقات كل قطع الوضعية الثانية الآن نروح عندي وضعية ثانية قال لي واحد ذكر أربع أدوار للمؤسسة التربوية طلب مني أن نذكر أربع أدوار تلعبهم المؤسسة التربوية يعني لازم تقوم بهم المؤسسة التربوية كل المؤسسة التربوية معناها المدرسة عامة إذن عندي هنا أولا القضاء على الجهل والأمية أكيد رح تعلم التلاميذ إذن رح تقضي على الجهل والأمية وتنشر العلم عندي أيضا تقوية قدرات المتعلمين العقلية والمهارية رح تقوي القدرات متاع التلاميذ سواء قدرات عقلية أو مهارية تقويم السلوك خلقيا ومدنيا وأيضا تزود عندنا تزويد المتعلمين بالمعارف والخبرات هنا المدرسة رح تزود الطلاب والمتعلمين أو المتمدرسين بالمعارف والخبرات اللي رح يحتاجوها في حياة الدراسية أو حياة المهانية في المستقبل إذن عندي ذكر أربع أدوان المؤسسة التربوية عندي أولا القضاء على الجهل والأمية تقوية قدرات المتعلمين العقلية والمهارية تقويم السلوك خلقيا ومدنيا تزويد المتعلمين بالمعارف والخبرات إذن عندي هذا هو اللفعية الثانية ثانيا عندي أجيب صحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد عندي هنا هدف المؤسسة تعلمية وتطوير سلوك الحضاري للتلميذ هال هدف المؤسسة تعلمية وتطوير سلوك الحضاري للتلميذ عندي أيضا نصف مبدأ تكافؤ الفرص بمنع الإناث من المشاركة في القسم عندي الجملة الثالثة بالنسبة للجملة الثالثة وقال لي يعد الإجدياد في التحصيل الدراسي من حقوق التلاميذ الإجدياد في التحصيل الدراسي هو أحد حقوق التلاميذ اللي لازم يحصل عليها مقابلات دية واجيباته صح أو خطأ تحية العلم من مظاهر الانضباط داخل المؤسسة التربوية صحيح أو خطأ هنا أكيد نجلبه بصحيح أو خطأ ونصحه الخطأ إن وجد نبدأ بالسعب الجمع الأولى قلي هدف المؤسسة التعليمية هو تطوير سلوك الحضاري للتلميذ هنا سنقوله صحيح لأنه الهدفة المؤسسة التعليمية أو المؤسسة التربوية والتربوية هو أنه يطور السلوك الحضاري للتلميذ ينص مبدأ تكافؤ الفرص بمنع الإناث من المشاركة في القسم هنا سنقوله خطأ ينص مبدأ تكافؤ الفرص بمنح الجميع فرص متساوية ومتكافئة للمشاركة في القسم والإجابة عن الأسئلة يعني كجميع التلاميذ في القسم لازم تكون عندهم فرص متساوية للمشاركة في القسم إذن ينص مبدأ تكافؤ الفرص بمنح الجميع فرص متساوية للمشاركة في القسم يعد الإجتياد في التحصيل التراسي من حقوق التلاميذ هنا أيضا خطأ بل الإجتياد في تحصيل دراسي يعد أحد واجبات التلميذ يعد الإجتياد في تحصيل دراسي من واجبات تلميذ تحية العالم من مضاعر الانضباط داخل المؤسسة الترببية هنا صحيح الوضعية الإدماجية الحياة المدرسية استمرار للحياة الأسارية والاجتماعية وتتطلب احترام القانون والالتزام بالانضباط لممارسة الحقوق وتأديد الواجبات يتجل الانضباط في التزام التلاميذ باحترام رموز السيادة الوطنية وعلى رأسها العلم الوطني والمشاركة في رفعه وإنزاله وترديد النشيد الوطني وكذلك احترام أوقات الدخول وعدم التأخر والغيابات الغير مبررة والمشاركة داخل القسم بطريقة حضارية مستحبين أدواتهم المدرسية والتعاون فيما بينهم مبتعدين عن انتهاج العنف ومحترمين أساتذتهم والأسر التربوية والمحافظة على الوسائل والمعدات الخاصة بالمؤسسة وفي الأخير نستنتج أن الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية في المؤسسة التعليمية يضمن التفوق والنجاح وكل الحقوق لتلاميذ وفي النهاية أريد شكركم على حسن متابعتكم أصدقائي بالتوفيق مع سلامة ترجمة نانسي قنقر